اشتركوا في القناة وأن مجموعة الحكمة في الولايات المتحدة تنافس على المركز الثاني في صناعة الحقن وبالتكنولوجيا متطورة وتناول الاجتماع فرص تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي في الأردن والذي تعمل فيه عدد من الشركات الرائدة بكفاءة أردنية ما مكنها من أن تحتل مكانة إقليمية وعالمية مرموقة في صناعة الدواء كما تم استعراض سبل الاستفادة من الميزات والفرص الاستثمارية التي توفرها السوق الأردنية لقطاع الصناعات الدوائية خاصة وأن الأردنية تميز بموقع جغرافي متوسط واتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول وأكد جلالة الملك أهمية الدور الذي تقوم به شركة أدوية الحكمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة وتوفير ألف فرص العمل للأردنيين والأردنيات واستمع جلالته خلال جولة قام بها في أقسام المصنع استمع إلى شرح حول مراحل الإنتاج وأنواع الأدوية التي تصنعها الشركة والأسواق التي تصدر إليها منتجاتها